تعمل مصر وأسبكستان على تعزيز مجالات التعاون التجاري والاقتصادي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات وتستورد أسبكستان من مصر المنتجات الصيدلانية والحمضيات بينما تصدر لمصر الغزلة والنسيجة ومنتجات الثروة الحيوانية علاقات قوية تتمتع بها مصر وأسبكستان على مختلف الأصعدة لسيما الاقتصادية إذ عمل البلدان على تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينهما فخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسبكستان في عام 2018 تم التوقيع على إحدى عشرة وثيقة رسمية للتعاون وإبرام عقود بقيمة 483 مليون دولار كما وقعت مصر وأسبكستان مذكرة تفاهم في عام 2018 بمجالة تطوير الثروة الحيوانية والميكانة الزراعية باستخدام التكنولوجيات الحديثة وتفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة والانتهاء من مشروع مذكرة التفاهم في الحجر الزراعي ووقاية النباتات إلى جانب بروتوكول التعاون في مجال تصدير الشتلات العنب من مصر إلى أسبكستان وتبادل الخبرات في الأنشطة الزراعية المختلفة وزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين وهناك إرادة ملموسة بين القاهرة وتشقند لتعزيز التعاون على الصعيد التجاري والاقتصادي إذ اتفقت كذلك على أهمية الدفع نحو زيادة حجم تبادل السلع الزراعية لما لها من ميزة تنافسية عالمية فضلا عن التعاون في صناعة الغزل والنسيج الجانبان المصري والأسبكي وقعا على عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار اتفاقية أخرى للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقنية هذا ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأسبكستان في عام 2021 إلى 34.1 مليون دولار وتستورد أسبكستان من مصر المنتجات الصيدلانية والحمضيات بينما تصدر لمصر الغزل والنسيج ومنتجات الثروة الحيوانية والنقل والخدمات السياحية وفي هذا الإطار يسعى البلدان لفتح أفاق للتعاون في ضوء الفرص غير المستغلة التي يتمتع بها الجانبان ومن بينها الاستفادة من مجلس رجال الأعمال المصري الأسبكي الذي يلعب دورا في دعم التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وتشقند